بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنتكلم النهاردة على 3 حاجات رئيسية القوائم المالية وأهدافها وهنتكلم عن الدورة المحاسبية بشكل عام وبعدين هنتكلم شوية بشكل تفصيلي على أول بند من بنوط الدورة المحاسبية اللي هو تحديد العمليات المالية وبعد كده هنتوالى في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله في أننا نتكلم عن باقي بنود الدورة المحاسبية نبتدي بالقوائم المالية وأهداف القوائم المالية طبعا أغلب المحاسبين عارفين القوائم المالية اللي تتحد وهي عبارة عن الميزانية طبعا اللي هي قائمة المركز المالي في منها نوعين الميزانية الفعلية والميزانية المقدرة اللي هي بنسميها الموازنة اللي هي بتعد عن سنة مستقبلية وننكلم فيها عن توقعاتنا يعني وفي الآخر بيتم المقارنة ما بين الفعلي والمقدر عشان نقدر نشوف الانحراف اللي حصل طيب القائمة التانية من القوائم المالية أنا طبعا عارف اني أغلب المحاسبين عارفين الكلام ده لكن ده التوضيح اللي هو كمان خصوصا لإخواننا اللي لسنا متخرجين جدال جدال أو أو إخوانا اللي بيدرسوا حاليا في المحاسبين في الجامعة قائمة التانية اللي هي قائمة الدخل اللي هي كبت تسمى الأرباح والخسائر والمسمى الجديد لها قائمة الدخل غالبا اتدمجت حساب المتجرة اللي كنا بنغده الزمان وحساب الأرباح والخسائر عملون لنا حاجة اسمها قائمة الدخل وفي قائمة ثالثة جديدة ظهرت في المحاسبة برضو في السنوات الأخيرة لقائمة التدفقات النغضية لأن المحاسبين شافوا ان مستوى التدفق النغضي للمشروع مهم جدا وفتراته مش مجرد مستوى تدفقه بس يعني ممكن يكون المشروع بيعمل تدفقات نغضية كبيرة لكن مش هوقات منازمة دي مشكلة طبعا احنا هنتكلم دلوقتي ده هنوديتك بس صورة عامة عن القوائم المالية اللي موجودة حاليا هنتكلم دلوقتي عن أهداف القوائم المالية ايه أهداف القوائم المالية يعني انا ليه بعمل قائمة مالية ليه بعمل ميزانية ليه بعمل احسابات ختمية ليه الهدف الرئيسي من عمل القوائم المالية لاي منشأة بيتركز في عرض المعلومات المتعلقة بالموقف المالي للشركة ونتائج الأعمال والتغيرات اللي حصلت فيها ليه يعني انا باعرض الحاجات دي عشان تحلل وبين الموقف المالي للشركة عشان الناس اللي بتستخدم المعلومات دي تقدر تتخذ خرارات اقتصادية اللي تكلمنا عنها في الفيديو اللي فات اللي هم المستخدمين الداخليين والخارجيين يبقى الهدف الرئيسي من اصدار اي قيمة مالية هو عرض معلومات متعلقة بالموقف المالي ونتائج الأعمال والتغيرات اللي حصلت في المركز المالي المؤسسة عشان الناس او الاطراف يقدروا يستخدموا المعلومات دي في اتخاذ قرارات اقتصادية تختلف طبعا من شخص لشخص او من طرف لطرف من طرف داخلي اللي هو ادارة المشروع لطرف خارجي زي الضرائب او زي الجهات الحكومية او زي المستثمرين اللي عايزين يساهموا في المؤسسة وهكذا فمن هنا ظهرت اهمية القوائم المالية في دعم القرارات الاقتصادية اللي بيتخذها الناس دي فالمعلومات والبيانات اللي بتهم الاطراف دي ايه ايه هي النقاط او ايه سبب ظهور اهمية القوائم المالية في دعم القرارات الاقتصادية عشان يوفر البيانات اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي اول حاجة قدرة المشروع على توفير السيولة النقدية او التدفق النقدية وتوقيته توقيته دي نعمل عليها سبوت شوية قدرة المشروع على توفير السيولة النقدية طبعا انت لما بتعمل المشروع بتبقى المشروع عشان يفضل مستمر لازم يكون فيه تدفق في السيولة النقدية بحيث ان المشروع يكون قادر على تخطيط التزاماته المستمرة طيب زي الالتزامات دي زي نتكلم يعني بشكل تفصيلي شوية الالتزامات دي مثلا زي الرواتب زي اسعار الخمات زي سداد موردين زي زي سداد الاوراق المالية اللي على الشركة وهكذا زي الصيانة الدورية للمعدات لو كان في لو احنا في مصنع زي الدعاة والاعلان وهكذا اللي عموما كل الالتزامات الشركة اذا كان المقر مؤجري بقى الاغار وهكذا غير طبعا التكاليف التاني زي الكهرباء والمياه وهكذا وتوقيته اللي احنا قلنا هنركز عليه اللي هي الفترة يعني المشروع ممكن لو خدنا التنفق النقدي بشكل سنوي كامل يعني لو مثلا سي الالتزامات الدورية للنقدية للمشروع خلال السنة مثلا 800000 جنيه والتنفق النقدي خلال السنة نقول مليون مليون ومئة ألف أو 200 ألف يبقى معنا كذا نقول المشروع ممتاز في في توفير السيورة النقدية اه بس على فكرة لازم نشوف التوقيتات اللي بتيجي فيها السيورة النقدية لان لازم تكون متناسبة مع الالتزامات اللي على المشروع لان الالتزامات غالبا بتبقى دورية غالبا يعني كل شهر بيبقى فيه التزامات معينة المشروع خصوصا في المجال الصناعي يبقى من الجزئية المهمة اللي بنقدر نحدد بها كفاءة المشروع في توليد النقدية مش مجرد اه نسبة السيولة كأساس لحساب قدرة المشروع على توفير تنفق نقدية ممتاز لا المهم برضو توقيت خلال الشهور خلال شهور السنة لما نقابلها بالالتزامات الدورية للمشروع الحاجات التانية اللي احنا نتكلم عنها في المعلومات الضرورية اللي بيدور عليها المتخز القرارات الاقتصادية يعني المعلومات اللي بتهمهم نتكلمنا في الاول دلوقتي عن السيولة النقدية وتوفرها وتوقيتها نتكلم دلوقتي عن حجم ربحية المشروع الحجم ربحية المشروع طبعا حجم الربحية اللي بيحققه المشروع مهم مهم للناس اللي عايزة تاخد قرارات سواء الناس داخلية او الناس خارجية طيب حجم ربحية ده مش مجرد رقم يعني مش مجرد رقم بنتكلم عنه وخلاص ممكن يكون فيه مشروع بيحقق مثلا مئة الف في السنة افضل من مشروع بيحقق ربعمئة الف في السنة بس اقول لي طب ازاي اه لا اه لا القصة مش في حجم ربحية المشروع حجم ربحية المشروع بما يعكس قدرتها على استخدام المصادر الاقتصادية المتوفرة يعني ايه الكلام ده يعني المصادر الاقتصادية انا بوفرها للمشروع راس مال المشروع اللي انا بحطه يعني انا لما احط راس مال معين لو الرسمال ده هيحقق لي نسبة الربح انا بقى نتكلم في نسبة الربح مش في حجم الربح المتين الف دول ممكن يكونوا بيمثلوا خمسين في المئة من رسمال مال المشروع لكن الربعمت الف دول ممكن يكونوا بيمثله 10 فأنا الريق المتين الف action بالمشروع وبالتالي المحك مش في حجم الربحية المحك في نسبة الربحية ودي بنقابلها باياي بالمصادر الاقتصادية التي احنا واغفرناها للمشروع اللي هيد رسمال المشروع بمعنى اصحه بشكل واضح يبقى انا لما اديت للمشروع اصول معينة برقم معين باجي اجيب الربح اللي حقه المشروع بقسمه على الاصول اللي انا وفرتها للمشروع بقدر اعرف نسبة ربحية المشروع بالنسبة للمصادر اقصادية اللي توفرت للمشروع ودي من الحاجات اللي هتزار معنا قدام في الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن النسب والتحاليل المالية ودي حاجات مهمة جدا اما خش في التحاليل المالي وده فرع مهم جدا على فكرة في المحاسبة جدا يعني وانا بنصح اي واحد مهتم بالاكاديمية في المحاسبة لو حبي يحضر دراسات يحضروا في التحاليل المالي بس يكون طبعا عنده امكانية وخبرة وكفاءة كويسة لان التحاليل المالي فرع مش سهلة في المحاسبة لكنه مهم جدا جدا وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه طيب نرجع تاني الموضوعنا اللي هو بنتكلم فيه عن المعلومات والبيانات اللي بيحتاجها متخز القرار من الميزانية هنتكلم عن التغير في الموقف المالي المنشأة بما يساعد في تقييم حجم انشطة المشروع المتعلقة بالاسمار النقطة اللي بتتكلم عن المشروع يعني الدانة فولو تقدم او استمرارية يعني السنة اللي فاتت كنا ايه والسنة دي كنا ايه ده ده شيء مهم جدا المقارنات يعني المقارنات بالنسبة لتقدم المشروع واستمراريته بالنسبة للاستمرارية اللي احنا نتكلم عنها يعني استمرارية المشروع في توليد الاموال او في تحقيق الاربع وده طبعا بيختلف من سنة لسنة او من فترة لفترة لبقى عشان المستثمر يقدر يتابع اي مؤسسة لازم يشوف التغير في الموقف المال المؤسس عشان كنا زهرت حاجة اسمها القوائم المالية البقارنا يعني القوائم المالية ما بقتش بس مجرد قايمة مالية للسنة بس لا فيه ظهرت القوائم المالية المقارن يعني حتى تلاحظ انت دلوقتي لو فتحت اي جرار خصوصا الكلام ده بيكتر في نهاية السنة وشفت في القوائم المالية للشركات حاليا بتلاقي فيها حاجات تخص السنين اللي فات او مقارنات مع السنين اللي فات وده عشان يوضحه التغير اللي حصل في المشروع هو التطور اللي حصل في المشروع من عدم وده حاجة مهمة جدا على فكرة عشان تقدر تشوف المشروع ماشي لأي تجاه انت ممكن تشوف ميزانية النهارده للمشروع تلاقي المشروع محققة مثلا ارباحها بنسبة معينة ونسي 20% 15% 30% تقول اول مشروع ممتاز ونعجح ممكن يكون السنين اللي فات محققة نسبة عالة من كده بكتير فبالتالي حصل هبوط في المشروع يبقى معنا كده في مشكلة في المشروع برغم انه محققة ارباح مقارنة حتى بالمجال بتاعه ممكن تكون عالية لكن المشكلة ممكن يكون هو محققة الارباح دي وفي تظاهر في المشروع المشروع كان في نجاح معين او في اداء معين او كفاءة معينة وحصل هبوط فبالتالي الميزانيات المقارنة دي مهمة جدا وبقيت حاجة بيهتموا بها المتخز القرار سواء كان الداخليين داخل المنشأة او الناس اللي خارج المنشأة هنبتري بعدك نخش في النقطة اللي بعدها الجزئية دي هنتكلم فيها عن الدورة المحاسبة او دورة العمل داخل خسم المحاسبة اول حاجة فيها تحديد العمليات المالية ثم التسجيل في دفتر اليومية ثم الترحيل في دفتر الاستاذ وبعدين اعداد ميزان المراجعة وبعدين التسويات الجردية وبعدين اعداد ميزان المراجعة بعد التسويات وبعدين اعداد القوائم المالية طيب هناك احد يسأل يقول لي طب احنا بنشتغل ببرنامج محاسبة جاهز اه اوكي هل نفس الخطوات دي بتحصل اه نفس الخطوات دي بتحصل وبعدين بتحصلش الاجابتين في نفس الوقت ازاي بتحصل وازاي ما بتحصلش هنقول ازاي بتحصل وازاي ما بتحصل في جزء منها بيحصل automatic google برنامج تعال المحاسبة اللي أنا بشتغل عليه وفي جزء منها بيحصل مني يا دوي طب ايه هم ايه 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 ازاي بيتم المهم طيب لو انا شغال manual هنقول الاول لو انا شغال manual وهنقول لو انا شغال على برنامج محاسبة جاهز الاول لو انا شغال manual بحدد العمليات المالية اه كويس حدد العمليات اللي هي المالية كلمة مالية يعني المرتبطة بالنقدية او بالفلوسية قرار له تأثير مالي بحدد ها الاول اوكي طبعا في الغالب الا في حلقة بسيطة جدا هنقولها بعدين لازم يكون في مستند للعملية المالية سواء كان عملة بيع او شراء او 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 اي حاجة ذا كده طيب وبعدين بناخد العملية دي بنسجلها في دفتر اليومية طبعا دفتر اليومية في من انواع كتير يومية امريكية او يومية عمومية بشكل عادي بتسجل في كل عملية من طرفين مدين ودائن بعت اشتريت وهكذا اشتريت النهار دا حاجة بسجلها بالاعراف المحاسبية المعروفة اللي برضو هنعمل فيديوهات تانية للمبترئين جدا اللي برضو عايزين يراجعوا ايه اللي بيبقى مدين ويلي بيبقى دائن الكلام بك هنتكلم في الفيديوهات بشكل عام للشخص اللي عارف الحسابات بشكل معين او يقدر يحدد طبيعة الحساب طبيعة حساب دا مدين او المهم بنسجل في دفتر يوميه سواء كان دفتر يوميه عادي او دفتر يوميه امريكي تاني خطوة برحل الكلام ده في دفتر الاستاذ دفتر الاستاذ طبعا كل حساب بيبقى ديه صفحة لوحده وبنشوف الحركة اللي تمت في القيت دوت او بيخص الحساب الفلاني بنزله سواء كان في جانب المدين او في الجانب الدائم بعد كده بعمل حاجة اسمها ميزان مراجع ميزان المراجع طبعا مكون من مدين ودائن ورصيد لكل حساب بجيب دفتر للاستاذ بتاعي وباخد كل حساب على حدة وارح منزله في ميزان المراجع من ميزان المراجع وسجل سواء كان طرف مدين او دائم حساب البنك في الجانب المدين حساب النعدية غالبا بيبقى مدين وهكذا حساب المراجع غالبا بيبقى دائم حساب العمل غالبا بيبقى مدين وهكذا بسجل وفي النهاية لازم تكون الميزان بتاعي سليم او متساوية تساوي الميزان ده معنا ان الحسابات كلها مظبوطة غالي طبعا هنتكلم في الموضوع قدام لانه ممكن يكون فيه خطأ مزدوغ او خطأ متوازن هنعرف يعني اي خطأ مزدوغ او خطأ متوازن بعدين في الفيديو هاته الجانب الخطوة اللي بعدها بعمل تسويات جردية للمغزون وهكذا والمصاريف المقدمة والمؤخرة بحد اللي يخص الفترة عمل قيودي وبعد ما عمل تسوياتي وقفل حساباتي بعمل مزان مراجعة ثاني بعد التسويات وبعد كده بعمل القائمة المالية بتاعتي ابتداء من قائمة الرفقات النغضية وقائمة الدخل وميزان يعمل ديت الدورة المحاسبية لللي بيشتغل بشكل يدر طب الناس أقول احنا اغلب الناس دلوقتي بيشتغلوا بشكل الكتروني يعني على برامج محاسبة جهزة اه تمام انا انا نفسي بشتغل في برامج محاسبة جهزة طب ايه فايدة الكلام ده لا مفيد جدا انا هاديكم بس حاجة بسيطة تفرق كتير ما بين شخص فاهم الحاجة اللي بتحصل جوه الجهاز وشغال عليه هو عارف الجهاز بيعملي وشخص مش فاهم وشخص سوري مش يعني طب في الاخر نتيجة واحدة لا نتيجة مش واحدة لو حصل اي خلل او خطأ او اي حاجة في البرنامج الشخص اللي فاهم هيبقى ممكن فاهم ويحدد الخطأ فين هل في الترحيل او في القيد او 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 يبقى المهم ان الشخص يكون عارف في الدورة المحاسبية وفاهم محاسبة يدوي كويس ويشتغل بعد كده على محاسبة مش يدوي طب الدورة المحاسبية بتمشي ازاي لما انا شغال على برنامج محاسبة جهاز تحديد العملية المالية ده بتحصل في الحالتين سبعا كنت شغال manual او كنت شغال على برنامج محاسبة سريع على الكمبيوتر طب التسجيل اه او كي البرنامج لازم انت تدخل القيد ايه ده وفي عمليات مش محتاج قيود محاسبية اه طالما انت شغال على برنامج محاسبة جاهز ممكن تكون في عمليات مش هتتعمل بشكل القيد هي بعد كده هتترجم القيد زي مثلا مجال تجاري حصل وان انت اشتريت اصناف معينة في برامج المحاسبة غالبا بيبقى بيعندك فطور تشيرة فطور على شكل فطور وكل حاجة والبرنامج اللي واحد بيسجل الفطورة دي بينزلها على حساب الشخص انت منجرد ما بتدخل البيانات وبتخزن فالبرنامج يروح عامل القيود الخاصة بعملية الشراء دي اه يعني البرنامج بيعمل القيود اه طبعا بيعمل قيود سواء كانت عملية شراء على شكل فطور او انت دخلت الفطورة او حتى عملية صرف الفلوس البرنامج في صرف الفلوس بيديك صفحة فيها بس سنة صرف تفتري السجل انت صرفت السنف ده للعميل الفلاني بمبلغ كذا في تاريخ كذا وهكذا ويروح البرنامج عامل بيها القيد بتاعها اه يبقى القيد في الحال تم بيتم بس مرة بيتم وانت مشايفه مجرد ان انت بتدخل بيانات بس يعني بتدخل بيانات فطورة شراء او فطورة بيع او صرف فلوس او 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 مجرد ان انت بتدخلها والبرنامج يروح مقيد عنده طيب وهكذا وبعد كذا البرنامج بيرحله لدفتر الاساس لحساب الخاص لكل حساب بينقل القيد ده او بيحلله وبينقله لكل حساب وبيعمل انت طبعا بتحدد التسويات بتاعتك في بعض الاحيان في حساب المغزون لو انت برنامج على شغل على برنامج محاسبة وده جزء مهم جدا هنتكلم فيه بالتفصيل البرنامج بيعملك نزام مراجعة برضو الوحده البرنامج بيعملك قوائب مالية لوحده وبيطلع لك التقارير بتاعت القوائب مالية لوحدها طب الله طب انا محتاجة فهم ليه التقارير مالية والقوائب مالية او لا محتاج تفهم ليه طب انا محتاج تقرير اولا البرنامج كلها امكانياتها مش واحدة اي انت ممكن تشتغل في مكان البرنامج ده جابو لك برنامج جاهز وحطوه طيب مش مناسب للنشاط ده قوي فتلاقي التقارير مش متوافقة مع طبيعة النشاط اولا فبتضطر ان انت تعمل تقارير خارجية بتاخد الداتا من البرنامج وتعدي بيها تقارير انت بتصميم ها مثلا على اكسل شيت او اي حاجة وبتعمل الريبورتس بتاعتك بشكل يناسب المجال اللي انت شغال فيه فمهم جدا ان انا كون فاهم محاسبة وفاهم الدورة المحاسبية وفاهم المحاسبة المانوال كويس جدا عشان لما اجي اشتغل على برنامج محاسبة جاهز ابقى فاهم ايه اللي بيتم جوه البرنامج لانه لما يحصل اي خلال ابقى عندي الامكانية او القدرة ان انا اقدر اشوف اعرف الخطأ فين وحط ايد عليه وحلجه وبعد كده ابلغ بقى سواء ينك بتاع الاي تي اللي في الشركة او طبعا لو المشكلة اكبر بتبلغ بيها المصممين بتاع البرنامج او الشركة اللي انت اشتريت منها البرنامج تقدر تحدد بعد كده المشكلة فين ودي نقطة مهمة جدا على فكري فبالتال احنا اكلمنا في النقطة ريه عن الدورة المحاسبية قلنا فيها اللي انت اكلمنا عن الدورة المحاسبية بشكلها الحالي في المحاسبة اليادوية و المحاسبة عن طريق الاخ cine اكاونتنج برامج المحاسبة الجهزة تكلمنا على الجزئيتين دول وتكلمنا على اهمية معرفتك بالدار المحاسبية وبالاصول المحاسبية وبطرق التسجيل والترحيل حتى لو انت هتشتغل على برنامج محاسبة الجهز هننتهل دلوقتي للنقطة اللي بعدها اللي هنبتدي نتكلم فيها على اول بشيء من التفصيل يعني التفصيل بسيط على تحديد العمليات المالية هنتكلم فيها عن اول نقطة في الدورة المحاسبية اللي هي تحديد العمليات المالية وده نقطة بسيطة جدا هنتكلم فيها على جزئيتين بس تحديد العمليات المالية الخاصة بالمنشأة فقط وتحديد العمليات القابلة للقياس يعني ايه تحديد العمليات المالية الخاصة بالمنشأة فقط كده وفي عمليات مش خاصة بالمنشأة طبعا ممكن يجي لك الاونر مثلا او صاحب المؤسسة بمستنر وانت شغل يقول لك بعد اذنك محمد خد سدد لي بس فطورة الكهرباء بتاعت البيت عندي من حسابي من حسابه الشخصي في الفيزا اه عندك مستنر وعملية مالية وكل حاجة اه بس الفطورة خاصة ببيت الاونر ببيت صاحب المنشأة طيب اتدفعت منين؟ اتدفعت من حسابه الشخصي طيب اه فيها كاملة الاركان فيها عملية مالية وفيها فلوس وفيها ورق وفيها مستنر وفيها كل حاجة بس ما تخصش المؤسسة ما تخصش المؤسسة اول منشأة اللي انت شغل فيها فبالتالي دي مش عملية تخش تحت لطاق العمليات المالية يبقى لما اجي حاجة لطاق العمليات المالية اعرف لازم تكون العملية المالية لها علاقة بالمؤسسة مش بشكل كامل دايما العمليات المالية لها طرفين او اكتر لازم يكون في اي طرف من اطراف يخص المنشأة سواء كانت النقدية او بضع دخلة او ايا كان يعني يبقى لازم تكون العملية تكون خاصة بالمنشأة بس ولا خاصة بالملاك ولا خاصة باشخاص خارجية ولا خاصة بالمحاسب ولا اي حدي تان ها كده عارفنا حاجة مهمة جدا ان انا اول حاجة بحدد العمليات الخاصة بالمنشأة تمام ولازم تكون طبعا مدعومة بمستندات في بعض الاحيان في بعض المصاريف او بعض عمليات المالية بتقدرش توفر لها مستندات ودي طبعا لها حد معين بيختلف من مؤسسة المؤسسة او من دولة لدولة او حسب يعني اللي هي المصرفات اللي ما بتقدرش تعمل لها مستندات زي الاكراميات زي العمولات زي وهكذا برغم نتحفز عليها لكن في بعض الاحيان بتبقى مضطر النجد تبقى عندك بندي من البنود دي او حتى مصاريف نسرية بسيطة يعني ما يكونش ليها مستندات دي بتعمل لها مستندات دي بتعمل لها مستندات داخلي المهم انا حددت العمليات ومتوفر لها مستندات او انا عملت لها مستندات داخلي بسنا انا اتصرف مثلا للمصروف دوت وهكذا ثاني شرط في تحديد العملية المالية ايه؟ ان تكون عملية قابلة للقياس اه كويس طيب نفترض انه مجلس الادارة مثلا طلع قرار معين ان الموظفين وقرار الكتب ان الموظفين بدن ما يخشوا من الباب ده او بدن ما وقت الحضور والانصرف بدن ما الساعة كذا بقت الساعة كذا اه اوكي ده فيه مستند وفيه قرار طالع من الادارة وكل حاجة ويخص المنشأة وتمام تمام اه بس ده مش قابل للقياس يبه هي مش عملية مالية اساسة فبالتالي ده مش عملية مالية وما اقدرش ادرجها ضمن العمليات المالية يبقى شرط اساسي من شروط العملية المالية انها نقدر اعبر عنها بوحدة النقد الله يعني ده معنا كده ان العملية لازم يكون دافع فلوس او مستلم فلوس لا مش شرط ان انا يكون دافع فلوس او مستلم فلوس بس تكون عملية مالية يعني بمعنى انها اشتريت بضاعة بالاجل انا لا رفعت فلوس ولا استلمت فلوس اه اوكي بس البضاعة دي لها قيمة لها رقم لها مبلغ معين يبقى بالتالي يبقى العملية المالية لها شرطين شرط الاول انها تكون خاصة بالمنشأة فقط لا خاصة بالملك ولا خاصة بالموظفين ولا خاصة باي حد يعني يكون المنشأة طرف من اطراف العملية فيها ثاني حاجة ان العملية المالية لازم تكون قابلة للقياس لازم تكون ايه؟ خابلة للقياس ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن التسجيل في دفتر اليومية ايه؟ لو بشكل يدوي ايه الشروط بتاعته؟ وهنتكلم برضو بالنسبة لحالات المحاسبة الالكترونية او برامج المحاسبة الجاهزة وهنتكلم عن الترحيل لدفتر الاستاذ وهنحط شكل لدفتر الاستاذ ايه؟ وهذا البند الثالث في الدورة المحاسبة بعدين هنتكلم عن اعداد ميزان المراكعة وشكله ايه؟ وايه اخطاءه؟ طبعا انا بتلاحظوا ان انا بحط صور قليلة وبتكلم اكتر بالتيلة ده طبعا لان انا عندي قناعة ان التلقي افضل وسائل التعليم انا ممكن اكتب الكلام اللي انا بقوله دوته وحطه لكم اشتركوا في شكل ليكم منتا ولا مستند وتشوفوه بس مش هيبقى فيه تفاعل وان شاء الله نشوفكم على خير في المحاضرة الجاية وبالتوفيق ليكم ان شاء الله وكل اخوانا المحاسبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته